انطلقت أعمال ملتقى رصد المخالفات البلدية تحت شعار تقييم ورؤى جديدة والذي يتضمن عددا من جلسات وورش العمل من مختلف دول الخليج العربي بمشاركة نخبة من المختصين بالشأن البلدي وخلال الملتقى تمت الإشارة إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية كأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي فيما يؤكد الملتقى على توجيهات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيون في بلديات وأمانات دول المجلس وتطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس حيث أن شؤون البلديات في مملكة البحرين اعتمدت تنفيذ مجموعة من ورش العمل من ضمنها تنفيذ ورشة لرصد المخالفات البلدية تقييم ورؤى جديدة والتي تهدف للتعريف بظاهرة المخالفات البلدية في مدن ودول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي العربي وتبادل الخبرات في مجال الرقابة والتفتيش البلدي دورنا كأمانة عاصمة وكأضم مشارك حاليا في ورقة عمل عن رؤى مستقبلية لعمال رقابة والتفتيش نحن نحبط مثل هذه التجمعات الموجودة لدول مجلس التعاون عساس نسوي الـ sharing information بين دول مجلس التعاون بين بعضها البعض وفي نفس الوقت نحاول أن نطري على الثورة المعلوماتية التكنولوجية الموجودة حاليا في دول مجلس التعاون وفي العالم الموجودة ونحاول نستخدمها في رصد المخالفات البلدية الموجودة رصد المخالفات البلدية وفي تثقيف المواطنين والمقيمين أساسا على أساس نحافظ على بيئة مجتمعية صحية وسعيدة وخالية من المخالفات أظن هذه المفروض كانت هذه الورشة من زمانتي خصوصا أن اليوم نحن في تطور في العمل البلدي في تطور في البناء في البحرين وإذا ما بدنا ننسق ونرتب بيننا بين بعض بين مجلس أمانة العاصمة والجهاز التنفيذي اللي هي أمانة العاصمة ما بيصير فيه تنسيق كافي لحل هالمشاكل نحن في وزارة الإسكان حريصون على أن يتم التقيد بإجراءات الإضافات في البناء بالنسبة لبيوت الإسكان وفق الاشتراطات البلدية القانون سنة 67 كذلك نحن الآن نطلع على تجارب الدول الخليجية من أجل أن نعرف تجاربهم في عملية الرسل وأيضا الإجراءات المتخذة للحيل ولدون تفاقهم مشكلة مخالفات البناء في مناطقهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر